بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد في بعض الأحيان يسر الرجل بأسراره إلى إمرأته، إلى زوجته، والزوجة كذلك تستأمن زوجها أسرارها إلى غير ذلك والمشكلة في بعض الأحيان بأن الزوج في لحظة خلاف يفضي ويتكلم عن بعض أسرار زوجته إلى أهله أو إلى أهلها في حالة غضب وكذلك الزوجة في بعض الأحيان تتكلم عن أسرار زوجها أمام أهله أو أهلها في لحظة غضب وتتكلم عن ماضيه الذي قد استأمنها عليه وتتكلم عن ما يحب وما يكره وماذا كان يفعل وهو كذلك تكلم عن ماضيها وماضي أهلها وأسرار أهلها هي تسره بسر فتحدثه عن أهلها، عن أبيها، عن أمها، عن أخوتها، عن طريقة عيشهم، علاقاتهم وهذا كلها أسرار وهو كذلك تحدثها عن أبيه وعن أمه وأخواته وأخوانه وهذا كله أسرار وإذا بهما في لحظة الخلاف ينشر كلاهما أسرار الآخر بين الأهل، بين الأصدقاء، بين الأقارب ولذلك توعد النبي صلى الله عليه وآله إذا فعل الزوج ذلك وإذا فعلت الزوج ذلك بأنه ماذا؟ رجاء نستمع، رجاء نستمع قال النبي صلى الله عليه وآله في الرواية التي وردت في كتاب فروع الكافي للشيخ الكليني قال النبي صلى الله عليه وآله قال إن شر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه ولا نتكلم عن الأسرار التي فيها معصية الله وفيها أذى العائلة بأكملها وفيها أذى الآخرين ومحاولة إذاء الآخرين لا أبدا هذا ليس بسر إنما ليس للمخلوق طاعة على حساب طاعة الله فليس للمخلوق طاعة على حساب معصية الله فهناك أسرار يجب أن لا يحتفظ بها الزوج إذا ما قالتها الزوجة مثلا إذا أرادت أن تخرب حياة فلانة وتفسد حياة فلانة هذا ليس بأسرار عليها أن يأمرها بمعروف وينهاها عن منكر إلى غير ذلك وربما يصل الأمر بأنه يجب عليه شرعا أن يخبر أهلها كذلك هو إذا أسر لها سرا بأنه يتعامل بأشياء مشبوهة بأنه يريد أن يكيد لأحد يريد أن يؤذي أحد هذا ليس بأسرار إنما يجب أن تأمره بمعروف وتنهاه عن منكر أو إنه يحدثها كيف أنه يتعامل بالحرام ويأخذ الرشوة إلى غير ذلك هذه ليست بأسرار يجب أن تأمره بمعروف وتنهاه عن منكر وتخبر أهله أو أهلها أو إنه لا سمح الله يتعاطى الحبوب أو المخدرات أو يعني المشروبات يشرب المشروبات يعني المحرمة أو هي تفعل فعلا لا يليق بها كزوجة إلى غير ذلك هذا ليس بأسرار أبدا ولكن الأسرار هو عندما يأتمنك على ماضيه ويأتمنك على أسرار أبيه وأمه وأخوتي وأخواته وعلاقة أسرته فيما بينهم وكذلك يتأتمنك على ماضيها وعلى أسرتها وعلى صديقاتها وإلى غير ذلك وعلى عاداتها وطبائعها وكيف كانت تعيش وماذا تحب وماذا تكره وهو كذلك يستأمنك على أسراره ماذا كان يحب ماذا كان يكره إلى غير ذلك أو إلى بعض أخطائه في الماضي أو بعض أخطائها في الماضي هذا كله لا يجوز شرعا التكلم به خارج نطاق الزوجين والنبي قد حذر إن شر الناس منزل يوم القيامة هم هؤلاء يعني هم هذين الإثنين إذا ما تكلم أحدهما وأفضى بأسراره أمام الآخرين لذلك يعني تجنب هذا الأمر وأنت كذلك تجنبي هذا الأمر لكي لا تكون لديكما سوء العاقبة بين يدي الله سبحانه وتعالى وأن تكون من شر الناس منزلة يوم القيامة فلا تحظون على شفاعة النبي وأهل البيت عليهم السلام برنامج صباحات ولائية أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام